أتمنى وأطمح أن تشارك الجمعية في هذا القانون وفي إسراء هذا القانون حتى يكون يعكس الفائدة المنتظرة من طرف النشاطاء الجمعية المجتمع المدني للعمل على مستوى وطني إقليمي ودول نعم أعود لك أستاذ حسين إضافة ممكن على ما تفضل به الأستاذ بن برهام فيما يتعلق بالشق المتعلق بالأليات ربما بين أهم الأليات التي يمكن للجهات الوصية أن تراقب به عمل الجمعية هي التقارير المالية والأدبية رغم أن هناك مواد صريحة في قانون الجمعيات تجبر الجمعيات على تقديم تقارير أدبية ومالية في نهاية كل سنة تتضمن أهم نشاطاتها التي قامت بها طيلة السنة والتقارير المالي الذي يكون مصدق عليه من طرف محافظ الحسابات التي قامت الجمعية بالتعاقد معه تكلمت عن ضرورة التشديد فيما يخص تقارير المالية والأدبية لأن هناك العديد من الجمعيات التي لا تقدم التقارير المالية والأدبية للجهات الوصية نهاية كل سنة هناك ألي أيضا بما أن جل الجهات الوصية تتجه الآن إلى الرقمنا نادينا بضرورة إنشاء أرضية رقمية تتضمن إحصاء لجميع الجمعيات الوطنية تقوم في تلك الأرضية بتقديم مجموعة تشاطاتها تقاريرها المالية والأدبية في حالة ما هناك جهة وصية مثلا كوزارة أو مؤسسة رسمية تريد الإستعانة بجمعية معينة تذهب مباشرة إلى تلك الأرضية الرقمية لأنه للأسف الشديد هناك العديد من الجمعيات التي أثبتت علوة كعبها وأثبتت نجاعتها على أرض الواقع ولكنها مغيبة وللأسف الشديد بالمقابل هناك جمعيات لديها نشاطات مناسباتية فقط ويتم إستدعاؤها إلى كبرى الأحداث وكبرى النشاطات وبالتالي هناك نوع من العدل وبالتالي مثل هذه الأليات خاصة إستحداث أرضية رقمية تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مصلحة الجمعيات ستساهم في مراقبة عمل هذه الجمعيات لأن الأرضية الرقمية ستكون مكشوفة للجامعة وبالتالي سيكون هناك نوع من الإنصاف في حق الجمعيات نعم إذا تعتقد أن الرقمنة سيكون لها دور في هذه المرحلة؟ نعم مما بين أهم التوصيات ومما بين أهم المطالب التي ننادي بها ورفعناها إلى الجهات الوصية ضرورة رقمنة هذا القطاع كي يكون كل شيء مكشوف أي جمعية لديها نشاط أو تقرير مالي أو تقرير أدبي تقدمه مباشرة أو تقوم بإرساله إلى تلك الأرضية الرقمية وبإمكان المؤسسات الرسمية الاستعانة بتلك الأرضية الرقمية من أجل مثلا التنسيق مع جمعية أو إقامة عقد شركة مع جمعية وطنية أو محلية دون أي وساطة أو نفوذ لأنه كما قلت هناك جمعيات وطنية ومحلية احتككنا بها أثبتت علو كعبها تنشط بصفة مستمرة وقامت بنشاطات نوعية ولكنها مغيبة عن الساحة الإعلامية وعن الساحة الرسمية وللأسف شديد بالمقابل أيضا هناك أيضا جمعيات ربما استغلت نفوذها وتنشط بصفة مناسباتية فقط يتم إشراكها في النشاطات الوطنية والرسمية نعم سنعود للنقاش أستاذ حسين حني أعتذر كذلك أستاذ نور الدين بن براهم لكن مشاهدين قبل ذلك ننتقل بكم لنتابع هذا النقل المباشر نتابع كلمة وزير الفلاحة من المعهد العالي للزراعة على هامش إحياء اليوم العالمي للغداء نتابع مشاهدين نتابع مشاهدين نحيّي مرأة الريفية بالعيد العالمي للغداء اليوم ونقول بلي على مستوى الحكومة فيه أثاق وفيه تدابيع اللي اخديناها وكديناها على مستوى الحكومة هذه السنين خاصة في مأخوص التمويل وخدينا يعني مرسوم تنفيذي التعاونيات اللي راح يسهل التنظيم على كل مستويات وخاصة على مستوى الريف وكي نهضره على الريف ما نقدروش نهضره على الريف بل نهضره على المرأة الريفية وكل الناشاط اللي راح يديرها المرأة الريفية اليوم هي اللي راح يدعم في الكطاع الفلاحي وخاصة في بعض الميادين خاصة ما يخص على البروديدو تروار على اليصف ورفير على التموين على الافورماتيون اكسترا لك اليوم أنا شفت بعض البوادر اليوم والحمد لله فيه بعض التعاونيات اللي تخلقوا هذه ثلاثة روزهم كوپيراتيف اللي شفتها تعاونيات ثالثة اللي تخلقت في تلت ميادين الحمد لله حجم لي حتى بشر خير هذا هو الفلاح اللي حبينا نبنوها وهذه الجزائر الجديدة اللي حبينا نبنوها إن شاء الله في الحقيقة كما سبقني زميلي احنا رانا في طار تنسيق مع كل القطاعات المعنية وأهمها القطاع الفلاحي من أجل تنفيذ البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخيرات المرأة الريفية والمرأة المكثة في البيت في الانتاج الوطني وبهذا بتعليمات سيد الرئيس الجمهورية اللي كان كلف الحكومة بدعم انخيراتها في المرأة في الانتاج الوطني نشوف أنه فيه تنسيق مع كل القطاعات كلهم في اختصاصه شفنا رصدنا أنه من بين انشغالة المرأة هي التسويق من بين انشغالتها هي كيفاش نروجه في هذا البرنامج القطاعي كل قطاع عنده المجال اللي رح يختص فيه من أجل دعمها البوادر موجودة يعني المرسومة على التعاونية الفلاحية كنا دعمناه كثير لأنه الكثير من النساء الريفية يعني تبدع في نشاط كلهم في اختصاصه وعلى هذا الاساس تعاوني رح تجمع هذا النسوة في النشاط نفسه أو في نشاطات مختلفة إذن ما علينا إلا أنه ندعم هذا المسعى نعرف بالإبداعات انتحها وطنيا ولملا دوليا ونكتسح الأسواق العالمية لأنه فعلا المنتوجات التي تنتجها المرأة الريفية عندها معايير دولية برك الله فيكم حاشك صحيح إذن مشاهدين تابعنا هذا النقل المباشر من المعهد العالي للزراعة وتابعنا كلمة وزير الفلاحة ذلك على هامش انطلاق يوم خاص بالأمن الغذائي في الجزائر عموما نوفيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بعد قليل وفي مواعدنا اللاحقة نعود للنقاش أرحب مجددا بالأستاذ حسين حني رئيس جمعية اتحاد الشباب للتطوع أهلا بك شكرا جزيلا أهلا بك أيضا عبر الهاتف نعم إذن لا أدري كان سيلتحق بنا مجددا الأستاذ نور الدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان أستاذ نور الدين أهلا بك نعم سيدتي محترم أهلا بك إذن برايك أستاذ الآن ما هي أليات إشراك هذه الجمعيات بشكل فعلا فعال حتى نتحدث لا نتحدث فقط في الجانب السلبي الجمعيات في الجزائر خاصة خلال السنتين الماضيتين خلال جائحة كورونا أبدأت الجمعيات الجزائرية عمل جباري وشهد على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي وأيضا أتحدث على تسجيل وإدارة المشاريع أتحدث أيضا عن التمويل تمويل المشاريع وليس التمويل بمفهومه الكلاسيكي الذي أصبح يطارد نصاب الجمعيات وصورة الجمعيات بنامط غير محبوب لدى المواطنين نحتاج الآن إلى تسجيل نملك الآن من الإمكانيات التي تحتاج للجزائر أهلا بكم مشاهدينا من جديد نعود إلى نقاش الظهيرة إلى الملف الأول لنهاري اليوم أستاذ حسين حني رئيس جمعية اتحاد الشباب لأتطوع برأيك في سياق ما كان يتحدث بيال أستاذ بن براهام كيف يمكن الآن أن نجعل هذه الجمعيات تشارك يمكنها أن تشارك في صنع القرار في الجزائر على مستوى الوطن على المستوى الداخلي وحتى على المستوى الإقليمي ما هو المنتظر منها وكيف نمكنها من ذلك برأيك إذا عدنا قليلا إلى الوراء بعد تعديل دستوري الأخير لأول مرة ربما في تاريخ دستير الجزائرية دستور الجديد تضمن العديد من المواد التي تحدثت عن المجتمع المدني أربع أبواب من أصل ستة أبواب تحدثت عن المجتمع المدني ذكر هذا المصطلح أكثر من ست مرات خاصة في المالدين المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة وأخلقت الحياة العامة وبالتالي ما ينتظر منه في المحطات القادمة كبير جدا سواء على الصعيد الوطني أو حتى على الصعيد الإقليمي بالنسبة للصعيد الإقليمي العام والخاص القارب والبعيد يشاهد الهجمات والتهديدات التي تستهدف الجزائر من مختلف الجهات أنا دائما أرى بأن دور المجتمع المدني خاصة الجمعيات الوطنية هو أولا تعزيز الجبهة الداخلية عن طريق زرع بعض القيم خاصة متعلقة بالتشبع الوطنية لدى فئة الشباب أجل تقوية الجبهة الداخلية تقوية الجبهة الداخلية ستساهم لا محالة في التصدي لأي تهديد خارجي لأنه للأسف شديد أحيانا نشاهد بعض المظاهر وبعض المواقف من بعض الشباب الجزائري الذي ربما يتبنى مواقف بعض الجهات التي تستهدف الجزائر وبالتالي العمل الأول سيكون من القاعدة ومن تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحدي إقليمي أو دولي سيواجه الجزائر لأنه للمجتمع المدني أيضا دور كبير في هذا المجال بحكم أنه غالبية الجمعيات في احتكاك مباشر مع القاعدة وفي احتكاك مباشر مع المواطن البسيط خاصة بعد هذه الصلاحيات تتحدث المدى 2013 عن استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني جمهورية قام في الأيام القليلة الماضية بتنصيب رئيس المجلس يتبع هذا الإجراء بالتنصيب الرسمي لتشكيلة المرصد وطني للمجتمع المدني أرى بأن هذه الاستشارية ستكون دافع قوي وستكون ربما كوسيط لرفع مختلف انشغالات مختلف فعالية المجتمع المدني نعم وهو سياق سؤالي قد يتسأل المواطن الآن من الأهمية من خلق مثل هكذا مرصد بالنسبة لهذه الهيئات الاستشارية للأسف الشديد إلى وقت سابق يعني ربما مختلف فعالية المجتمع المدني لم تكن تجد مثل هذه الفضاءات لنقل انشغالاتها إلى الجهات الوصية العديد من الدول قامت باستحداث مثل هذه الهيئات الاستشارية وحققت نتائج وحققت نجاعة يعني استحداث هيئات استشارية مثل المجلس العلال للشباب مثلا أيضا الاعتبار أن الفئة العمورية الغالبة في الجزائر هي فئة شباب أكثر من 75% ولكن في الفترة السابقة لم نكن نجد لهم أي أثر في المشاركة في الحياة العامة وبالتالي مثل هذه الهيئات ستساهم وربما تساعد شباب على طرح انشغالاتهم برامجهم وربما إيصال صوتهم إلى الجهات الوصية وهذا ما كنا نفتقد إليه في الفترة السابقة نفس الشيء بالنسبة للمرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون صوت الجمعية وصوت مختلف فعالية المجتمع المدني من أجل إيصالها إلى الجهات الوصية على اعتبار أن المرصد مكلف بتقديم تقارير دورية إلى رئاس الجمهورية متعلقة بسيرونة هذه الهيئة الاستشارية نعم تحدثت منذ قليل قلت بأن الجمعيات هي أكثر قربا للقاعدة للمواطن بالأمس كنا قد تحدثنا عن شكل جديد تتجه نحوه الحكومة يتعلق بالدعم من خلال تقديم ضريفة مالية للعائلات التي تحتاج هذا الدعم بدل من الدعم بشكله التقليدي الآن ما هو دور ربما هذه الجمعيات في مثل هكذا مشاريع كما قلت لأنها هي الأقرب هي من تعرف من هو أكثر بحاجة للمساعدة نعطيك أبسط مثال مثلا مشروع مناطق الضل الذي خصصت له الحكومة ميزانية كبيرة وتم تعيين مستشار لرئيس الجمهورية مكلف بهذه المناطق الضل العديد من يعني أعرف شخصيا العديد من يعني الجمعيات والفعاليات في المجتمع المدني يعني ساهمت بالتعريف بهذه المناطق لأنه هي كما قلت يعني أقرب يعني أقرب للمواطن من الجهات الأخرى يعني العديد من الجمعيات والفعاليات اتخذت بعض المبادرات وذهبت إلى بعض المناطق النائية التي قد لا نصل إليها وقاموا يعني بتصوير يعني معاناة يعني سكان تلك المناطق ورفع انشغالتهم ويعني كانت هناك يعني استجابة إيجابية وتم التعريف بمثل هذه المناطق لأنه هذا المشروع يسعى إلى يعني بعت عملية التنمية في مثل هكذا يعني مناطق نتمنى يعني تكرار مثل هذه المبادرات والمشاريع لأنه كما قلت يعني الأفضلية الكبرى للجمعية يعني تعاملها المباشرة مع المواطن وعملية التنمية يعني تبدأ من القاعدة الدليل يعني في اللقاء الأخير يعني الذي جمع الحكومة مع الولاد تم التأكيد يعني بشكل كبير على هذا الأمر يعني تم إعطاء يعني بجمع من التعليمات والتوصية للسداء الولاد من أجل يعني التكفل بيعني المطالب وانشغالات القاعدة عن طريق الشراك المجتمع المدني دمنا ما يسمى بي أو ما يعرف بي الديمقراطية التشاركية الذي يعني هو نهج يعني سبلته سلبته أو يعني سارت على دربه العديد من الدول نعم أعود لك أستاذ نور الدين بن براهم ما هي المقترحات التي ربما بصفة عام تعتزمون رفعها من أجل المضي قدما ومساعدة هذه الجمعيات في عملها من جهة ومن جهة آخر جعل عملها أكثر تنظيما في البلاد تفضل خاصة أنه ربما سيتم فتح ورشات بشأن هذا القانون في قادم الأيام طاعم من خلال التجربة والممارسة على مستوى الوطني وحتى على مستوى الاقليمي الدولي أعتقد أنه النقطة التي يشترك فيها كل نشطاء المجتمع المدني على مستوى الدولي هي الفرية الفرية في تأسيس الجمعيات يعتبر سلوك مواطنة مسئول حر لتمثيل المواطنين لأنه هذا الموضوع مربوط أيضا في موضوع المرافعة الأدبوكاتي المرافعة حول قضايا المواطنين التي تعتبر نقطة مهمة جدا نحن الآن نعيش على عالم المشاركة المجتمعية لدى معاقات حكومية رسمية ومعاقات وسائل الإعلام هذا التمكين من خلال مبدأ الحرية ودعمه سيعزز من خلال هذه المرافعة التقويم والتصويب في مختلف السياسات على مستوى إدارة الجماعات المحلية على مستوى القطاعات الحكومية أيضا يعزز موضوع الراقابة الشعبية في إدارة الشأن العام في إدارة المال العام هذا يعتبر أيضا مؤشر وعي كبير جدا للمواطنة الفعالة من خلال تنظيم جمعيات المجتمع المدني هذا نعتبره كمفهوم وهم بدل لابد له من تأسيسه مجموعة من القوانين اللي تمكنه أنه يعرف النور بسرعة بعد تعديل قانون الجمعية على غرار التأسيس كما تحدثت سابقا وأيضا على غرار ما جاء به الدستور الجزائري في مثلا قضايا متعلقة بالمنفع العامة في ترقيق دور المجتمع المدني كل ما يتعلق أيضا بالتمكين في منظومة الحكامة لجمعيات المجتمع المدني لأن القانون بتاع الجمعيات وحده لا يكفي لابد أيضا مدين فيه فكه سياسي للسلطة وعلى رأسها رئيس الدولة بيجعل موقع للمشاركة لجمعيات المجتمع المدني لترقيق الممارسة الديمقراطية في البلد لابد أيضا بالمؤشرات واليات تعكس هذا الجهد السياسي وهذه الإرادة السياسية وفرفة هذا التعديل القادم لقانون الجمعيات لابد أن ترافقها أليات أخرى على مستوى إدارة السياسات العمومية على مستوى أيضا للثقافة الشعبية وعلاقاتها بجمعيات المجتمع المدني نحتاج للترويج للتجارب الناجحة للجمعيات هناك جمعيات تشتغل في الحقل الإنساني في الحقل الاجتماعي في الجانب الصحي على مستوى الوطني والدولي لكن لا تحضر بهذه المساحات التنقاوية لعملها فلذلك نتحدث على تعديل القانون وجعل أيضا إجبارية وجود عامل الجمعيات في برامج المؤسسة الإعلامية المختلفة لتبكينها من الصورة الجيدة التي يجب أن ترقيها وتقدمها في المرحل القادمة لناموذة جديدة للممارسة أجمعيات المجتمع المدني هذا كله تقريبا سيدتي سيشكل حوار تفاعلي لتجربة أجمعيات في الجزائر لأنها ابتالت وابلت بلأن حسن كبير جدا في مرحلة السعينات عديد من الجمعيات ساهمت في الدفاع على صورة البلد في بقاءة جمهورية قائمة في التواصل مع المجتمع هذا الجهد الكبير جدا اليوم ربما يقابله جهد آخر وهو جهد تحديات اقتصادية آثارت على الكوفيد الممارسة الديمقراطية وترقية أداء دور الجمعيات كقيادات داخل المجتمع ترقية الحوار داخل المجتمع أيضا وأيضا التفاعل على مستوى الإقريب الزولي من خلال إضاءة برامج وأنشطة ونقر كماءات يعني نحن الآن أمام دعيني أقول ورشة كبيرة ربما حتى يكون قانون الجمعيات أساسي فيها ولكن هي ورشة كبيرة تبقى مستوحة لتطوير أداء دور المجتمع المدني في الجزائر شكرا جزيلا لك إذن الأستاذ نور الدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايت لديمقراطية وحقوق الإنسان أشكرك أستاذ حسين حني حتى نختم ربما تريد كلمة أخيرة فقط أولا من هذا المنبر ربما رجاء هنا أو رسالتنا على لسان غالبية فعالية المجتمع المدني نتمنى قبل فتح ورشة تعديل قانون العضوي المتعلق بالانتخابات نتمنى الأخذ بجد وأخذ بعناية كل المقترحات التي ستتقدم بها مختلف الجمعيات الوطنية والمحلية قبل عرض مشروع هذا القانون على ورفتي البرلمان النقطة التي تشترك فيها غالبية فعالية المجتمع المدني هي ضرورة إشراكها في تعديل مشروع هذا القانون لأنه يعنيها ويخصها بالدرجة الأولى وبعد ذلك أخذ كل هذه الاقتراحات وكل هذه التوصيات بعين الاعتبار لأنه كما يقال أهل مك أدرى بشعابها وبالتالي هذه الجمعيات تعرف مدى ما هي احتياجاتها وانشغالتها نشكرك على هذه الاستضافة نشكرك على حضورك ووقتك أستاذ حسين حني رئيس جمعية اتحاد شباب للتطوع وبالتوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك مشاهدين فاصل قصير ونمر إلى الملف الثاني لنهاري اليوم ابقوا معنا